السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللايب الهام وضروري جدا واللي سيكون فيه إن شاء الله إجابة على سؤال مهم جدا لماذا يجب أن أطور الوعي بذات هذا السؤال كثير أجاني من رواب 10 minutes ومتابعيني على حساب يوسف 10 minutes هذا السؤال إن شاء الله سنجيب عليك هذه الأمسية لكن قبل يعني ما أبدأ في إجابة هذا السؤال بحب يعني أنه أنا أحكي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك وإن شاء الله يعني يكون يا رب عيادكم جميلة وربنا يتقبل الطاعات مننا ومنكم بإذن الله تعالى وخليكم معي جماعة في هذا اللايب مهم جدا جدا لماذا يجب علينا الوعي بتطوير الذات وإن شاء الله أيضا ممكن إحنا نجيب على أسئلتكم يعني إذا كان في أسئلة حول هذا الموضوع فشاركوني هذه المعرفة والإجابة على هذا السؤال وخلينا نناقش هذا الموضوع بكافة تفاصيله لأنه يا جماعة كثير تردد هذا السؤال سؤال لماذا يجب علي أن يكون لدي الوعي بتطوير أذى شكرا يا دلال ربنا يتقبل من الجميع طبعا ممكن يعني يا دلال ما في مشكلة بإذن الله تعالى يعني تكوني معنا في أسئلتك في لايفاتك في مشاركاتك أهلا وسهلا بك وأرحبك روبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يعني جميل جدا يعني أن نتشارك جماعة المعرفة ونتبادل الخبرات في هذا اللايب هذا إن شاء الله سيستفيد منه الجميع طبعا وأنا يعني برحب بالأسئلة والمناقشات وبحب يعني طبعا أذكركم يا جماعة بضرورة الإعجاب بهذا الفيديو بهذا اللايب ومتابعتنا على حسابنا الشخصي وحساب تنمينس يوسف يعني حسابنا بنشر عليه الإيجابية والمعرفة والعلم والخبرة بما يفيد تطوير ذواتنا ويفيد الوعي بالذات طيب خليني أبدأ الآن بسؤال مهم جدا لكم ولي لماذا يجب علينا أن نطور الوعي بالذات مين يجاوبنا على هذا السؤال طبعا دلال تحكي عيشك ربا يحفظك أنا عام تنفتاشر سنة يعني معرفة قليل ولا هجة جزائري أهلا وسلام بك يا دلال أنا نترى مراحل فيك ونتشرى فيك طيب يا جماعة إذن شاركونا هذا السؤال لماذا يجب علينا تطوير الوعي بالذات طبعا خلنا سواء يكون إجابات وأنا حتكلم باستثارة في هذا الموضوع أول شيء يا جماعة أجمل شيء في الوجود وروعة يعني وجودنا أنه إحنا لازم نكون وعيين بتطوير ذاتنا يعني ما بينفى أنه إنسان ليس لديه الوعي بتطوير ذاتك أو ليس لديه أهمية قصوى لأنه يا جماعة إذا أنت أدركت أنه يجب عليك أن تعيي ذاتك وأن تفهم ذاتك فإنتهي يعني اختصرت على نفسك منتصف الطريق لأنه كثير طبعا من جوانب يدلان فعلا تعزيز التققى بالنفس أنه من أهم أهداف تطول الذات أنه بعزز لدينا الثقة بأنفسنا وبدواتنا يعني تعالق جميل فالكثير للأسف يا جماعة في هذه الدنيا يعيشون وما بفكروا أنهم يكون لديهم معي بذاتهم إذا أنت يعني أجمل شيء أنه أنت تعي ذاتك تفهم ذاتك تفهم خصائصك تفهم مفرداتك إذا أنت فهمتها صح فهذا بسهل عليك الطريق للنجاح وخلينا أعكي لك أنه أجمل وأرقى أنواع المعرفة أن تعرف ذاتك بشكل جيد وأقبح وأنكر وأسوأ الحالات أنه أنت ما تعرف ذاتك ولا تعي بذاتك وأنت ما تعرف شيء عن ذاتك للأسف كثير من الناس يا جماعة بيعيش على الدنيا بلا هدف بلا طموح بلا فهم واعي نفسه بلا فهم واعي لذاته وخصائصه وقدراته ومواهبه لأنه أنت لو عرفت يا جماعة فعلا قدراتك بشكل جيد خصائصك كاركترستي بتاعتك تمام فأنت هذا يعني من أقصر الطرق أنت اختصت على نفسك مسافات كبيرة نحو النجاح وللأسف لليوم يا جماعة من يخاطبني ويوجه لي أسئلة أنه بلغ من العمر يغتية أربعين خمسون سنة وللأسف يعني لا يعرف القدرات الكاملة به لا يعرف قدراته لا يعرف ميوله لا يعرف مواهب وللأسف هذه مشكلة كبيرة نحن نعاني منها أنه أنت ما بتفهم ذاتك ما بتفهم خصائص قدراتك وبالتالي لو أنت الآن بدأت من هذه اللحظة بتطوير نفسك بتطوير ذاتك بتطوير اللوعي بمجالات تطوير الذات فأنت هنا بدأت خطوة نحو النجاح خطوة ثاقبة نقطة انطلاقة قوية جدا نحو ذاتك نحو تطويرها نحو تفتح الأفاق لنفسك هذا الكلام يا جماعة لازم أنه من الآن ومن اللحظة ومن يتابعني أنه الآن يجب أن يغير مفهوم تطوير الذات لديه ويسأل نحو تطويره بكافة المجالات والأسئلة والآن إحنا هنتكلم عن المجالات اللي إحنا لازم يا جماعة نطور فيها ذواتنا طبعا إلي عنده سؤال في هذا الموضوع أنا برحب بالأسئلة للإجابة عليها طيب الآن خليني أنا أبدأ بالنقطة الأولى ودائما أنا جماعة بحب أن أطرح مسائل عملية نقاط واضحة بالحلول اللي إحنا يعني يجب أنه إحنا نفهمها يعني خلينا أقول أنه الآن أنت في بحب دائما أحكي في موضوع تطوير الذات بستراتيجيز بتقنيات بحلول بأشياء عملية تفيدك يعني من يتابعني من يفيدنا يعني يتابعنا أحنا بنحب نطرح دائما يجمع حلول عملية وليست تنظير كلامي تمام؟ أتمنى هذه تكون الصورة أو النقطة واضحة طيب أنا أبدأ بنقطة أولى مهمة جدا كيف أنا وصلنا لمرحلة جيدة من فهم الذات تمام يا روبي خليكي معي إجابة هذا السؤال إن شاء الله في النقاط اللي أنا أحذكرها بشكل يعني عملي تمام؟ طيب أول شيء شكرا لك يا اسماي هياك الله أول شيء لازم أنه أنت تدرك يجب عليك أن تطور من مهارتك يعني أقصر يا جماعة طرق لتطوير ذواتنا أنه أنت تبدأ بتطوير مهارتك من اليوم للأسف كثير جماعة عنده للأسف يعني مادة خام أو شيء خام جوا موجود بيحتاج إلى أنه يشتغل عليه يطور منه للأسف هذا مفقود علينا جماعة يعني كثير مننا مثلا من يعني يهمل تطوير مهاراته وهذه مشكلة كبيرة جدا وعائق لتطوير ذات إذن من اليوم فصاعد لازم أنت تشوف ما هي المهارات اللي تنقصك ما هي المهارات اللي أنت بحاجة إليها وهذا بيأتي من وين يا جماعة من نصف وقت أناليسس أنه أنت تقيم ذاتك تقيم نقاط الضعف الموجودة عندك وتحاول أنه أنت تعمل على تقوية هذه النقاط الضعف أو تتلاشاها من خلال أنه أنت تطور مهاراتك يوما بيوم إذن النقطة الأولى أنه أنت لازم تشتغل على المهارات الموجودة عندك تمام؟ للأسف كثير يعني أنا بيدخل علي واحد بحكي لي أنا شاطر في الكلام أنا بحكي كثير أنا مثلا عندي يعني communication كويسة أنا عندي مثلا تأثير على الناس للأسف ما بيستثمر هذا الكلام إذن من الآن فصاعدني جماعة طور مهاراتك لكي تتطور ذاتك إذن شوف أنت قيم نفسك اعمل هيك تحليل لنقاط الضعف نقاط القوة وإعمل على اكتساب مهارات يا جماعة وتعلم اليوم كثير يا جماعة من المحتوى المجاني والكورسات حتى اللي مدفوعة بفلوس قليلة التكلفة إمكانك أنه أنت تطور مهارات رائعة جدا ونومية إمكانك أنه أنت يعني تقوي من هذه المهارات يعني أضرب مثال اليوم كنت أنا في القديم يعني خليمكم سنة سنتين جماعة عندي في وظيفتي أنه أنا بستهلك وقت كبير يعني في كتابة الإيميلات تمام كتابة الإيميلات في العمل وجدت أنه كثير يا جماعة من الشغل يستهلك في كتابة الإيميل فوجدت أنه لازم أنا اليوم أتعلم مثلا مهارة الطباعة هذه مهارة الطباعة لما أنا تعلمت جماعة يعني أثرت في الوقت اللي أنا بستهلك في كتابة هذه الإيميلات في وقت العمل بالتالي أنا استفدتك أنه أنا قللت جماعة من الوقت المستهلك في كتابة الإيميل من خلال أني أنا تعلمت دورة في مجال الطيبين إذن أنت شوف اليوم قيم نفسك قيم احتياجاتك وشو المهارة اللي ممكن تطور من النقص الموجود عندك والمهارة الاحتياج فأعمل على تطوره من خلال تعلم مهارة معين تسد لك يعني الاحتياج إذن اتفقنا أنه النقطة الأولية يا جماعة أنه أنت العمل على تطوير مهاراتك يوما بيوم ولازم تشوف شو اللي جديد للمطروح يا جماعة في العالم شو اللي تريل بتكلم وشو الاحتياج اللي عندك وحاول أنه أنت اليوم يعني تطور نفسك في هذا المجال تمام؟ إذن طور مهاراتك أولا بأول لكي يعني تلبي احتياجاتك هذه النقطة الأولى في مجال تطوير أذن النقطة الثانية اللي احنا بنحكي عليه يا جماعة أنه إشغال وقتك يجب عليك أن تشغل وقتك بما هو مفيد ونافع لك يا جماعة لأن الوقت هو الحياة الوقت أنت أنت شو بتغيش بتغيش وقت يا جماعة لازم أنا وأنت نستثمر أوقاتنا بالشكل اللائق بالشكل الجيد اللي يعود علي بالمنفعة وأيضا وتحسين جودة الحياة لدي فاحرص يا جماعة على تعلم إدارة الوقت بشكل جيد تمام؟ هذه من الأشياء يا جماعة لحضيف إليك يعني ميزة رائعة أنه أنت إنسان تقدر قيمة الوقت طيب الآن أكيد يا دلال تعلم اللغة شيء رائع يعني مثال أضرب لك مثال من إحدى التقنات اللي أنا وجدت أنه أو الدراسات والأبحاث أثبتت أنه تعلم لغة جديدة يزيد من راتبك بنسبة من 10 إلى 15 بالمية ليش؟ لأنه هذا يا جماعة يعني يضيف إليك ميزة لأنه غيرك ما بتعلم لغة الكثير من الناس يا جماعة لا يشتدون في تعلم لغة بالتالي إذا أنت مثلا تعلمت لغة أجنبية هذا يضيف للسكيلز الخاصة بك وبالتالي أنت بتحظى بفرصة أروع للحصول على وظيفة أو على زيادة راتب تمام؟ هذا المثال يعني يا دلالي ما ذكرتين طيب خلينا أكمل إذا حكينا يا جماعة استثمار الوقت بالشكل النافع وحط لنفس الخطة يا جماعة الآن أنا كيف تقنية بسيطة ورائع تشوف أنت وين يعني يستهلك الوقت لديك حاول جبرك قبيضاء وقلم واكتب أين أقضي جل يومي أو جل وقتي يا جماعة وحاول تحط مثلا أنت وين بتقضي يومك تمام؟ أو أسبوعك وحاول أنت تحط نقاط هيك أنت بتعرف وين بتقضي وقتك أين يذهب الوقت يا جماعة لأنه جماعة الوقت والله يعني للأسف أعمارنا بتمر سريعا سرعان أنه أنت ما بتدرك إلا أنه أنت من طفل إلى بالغ إلى شاب إلى رجل إلى أن أصبحت يعني شيخ كبير هذا جماعة بمر الوقت والله بسرعة كبيرة يعني أنا ما بعرف كيف صرت من عشرين سنة إلى أربعين سنة فبالتالي هذا مهم جدا أن أنت تعرف اليوم أن الوقت هو أغلى مورد في الحياة هو أغلى من المال يا جماعة للوقت اللي احنا بنقضيه عشانك من الضرورة أنه أنت تجد تقنية رائعة وتعمل مانجمينت جيدة تخطيل جيد لمن لوقتك إذن اتكلمنا عن تقنية بتعرفك أن وين تقضي وقتك يا جماعة هذا المهم ما لازم أنت تطبقها الاثنين لازم تعمل تو دو لست يا جماعة تو دو لست تمام يا سارة هي مشكلة الكثير الكسر والمماطلة هذه مهمة جدا إذا أنت يعني عرفت ما هي أحكي يا دلالي هاتين عن كتابة اليوميات شيء مهم جدا أكيد اليوميات أو الجورنالي الجورنالي مهمة جدا كلامك جميل ورائع أنه فعلا إحنا بنعرف وين بنقضي وقتنا لكن أنا يا دلال موضوع أنك تتابت أين أقضي وقتي هذا مهم تمام الجورنالي شيء تاني برضو هو شيء تاني ولكن أنا أحكي التقنية تفيد أنه أين يقضى الوقت تمام يا جماعة هذه مهمة جدا بتعرفك أنه أنت وين بروح وقتك تمام اثنين إذا لازم أعمل تو دو لست يا جماعة ليش لأنه تو دو لست أنت بتبرد من جا عقلك أنه في عندي مجموعة من المهام أنا لازم أنفذها غدا تمام لأنه لما أنا بكتب الجماعة تو دو لست يعني أنا مثال لما أنا بكتب المهم مثلا في الليل وفي اليوم التالي ماذا يعني بعرف أنا وين بدي أقضي وقتي يا جماعة ووين بدي أروح وشو المهم دي أنفذها ببقى واعي لنفسي يعني مش حقضي يوم يا جماعة هيك يعني هباء من ثورة حقضي لأنه في عندي تو دو لست هيكون يوم رائع وحافل حتى تجربها يا جماعة يا جماعة كلكوا جربوها لأنه أنت شكرا لك يا كي جي الله يسالك أنت يا جماعة كتب جرب تو دو لست يعني أنت الآن كلنا يا جماعة دين يا ليل حاول تكتب مجموعة من المهم أنه أنت تنفذها غدا حتى تلاقي الأمور معاك بتفرق بشكل كبير تمام وهذا عن تجربة عن تجربة عن تجربة طبعا أنا بعمل ويكل بلان يا جماعة الويكل بلان كمان وتدو لست يعني أنه شئ الرائع واللي أثرت في حياتي تمام يا أمقل بتحكي شلون أتحكم بوقتي طيب احنا حكينا يا أمقل أنه كيف تتحكم بوقتك أنه من خلال الاستثمار الرائع للوقت من خلال زي ما حكينا تو دو لست أنك تعملي ويكل بلان أنك أيضا تعملي دائما تقييم لوقتك كون بيذهب للمهام هذه مهمة جدا تمام وكمان أنه هذه من الأشياء الرائع أنه دائما في اليوم اللي أنت بتقضي فيه مهام أيضا قيمي قيمي المهام اللي أنت مثلا كتبت تو دو لست هل أنا أتت هذه المهام وأعمل تشيك لست صح غلط صح غلط فهيك أنت تبدأي تتحكمي في علاقات اللي بتروح منك أعطيك تقنية رائعة أهلا وسهلا يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شارك معنا يا خليل لايف جيد ورائع طيب زين والله إني أكتبهم بس ما أمشى على جدول الخطط من وراء المماطلة المماطلة هي يا جماعة هي مشكلة الجميع أنا أعطي مماطلة لكن يا جماعة المحاولة تكرار المحاولات دائما دائما أنا لازم أكرر المحاولاتي تمام هذه النقطة مهمة عشان أنا أقضع على المماطلة اثنين المبادرة لازم يا جماعة يكون هنا نوع من المبادرة يعني أدروا مثال إذا أنا مثلا صليت الفرض وكسلت في السنة مباشرة اقضي السنة ما تفكر ما تترك مجال لعقلك الباطن أنه يراودك مثلا هل تصلي السنة أم لا تصلي السنة تمام يا جماعة هذا مهم جدا المبادرة تقضي على المماطلة تمام المبادرة تقضي على المماطلة أهلا وسلم بك يا نازك أهلا وسلم أكيد أكيد لازم أساعدك أم أل خلاني أعطيك تقنية يا أم أل أنا بحكي لك أنه رتبي أوقاتك مثلا بنمط معين بنمط يكون سهل على نفسك تمام يعني كيف أنا مثلا عندي والله مثال ما بلتزم بجدول أني من الساعة فلانية إلى الساعة فلانية لازم أعمل كذا ومن الساعة هذه إلى ساعة أعمل كذا هذا جماعة مستحيل أن أن تتنفض وهذا أثبت فشل في موضوع تخطيط الوقت تمام حاول أن أنت تسهل على نفسك يعني أنا مثال دائما عند جدول يا جماعة من الظهر العصر لازم أعمل مهمة معينة من العصر إلى المغرب أعمل مهمة معينة من المغرب مثلا أو من بعد العشاء لازم أعمل مهمة معينة وهكذا ما تترك نفسك يا جماعة ضمن تقييد وإلزام يعني أنت ليش لأن النفس يعني غير محبب إلى نفسه أن أنت تقييده بشكل روتيني قاسي أو تقييد يا جماعة فخلني عندك بحبوحة يعني أعمل فترات يا جماعة رتبوا أوقاتكم على فترات هذه أنا من اللي بصراحة جربتها وأثمرت معي بشكل كبير تمام وكانت يعني من الأشياء الرائع اللي أنا أثرت فيها وفي إنجازها أوكي رتبوا يا جماعة نظام الفترات عشان أنت هيك ما تمل من موضوع تخطيط الوقت تمام وحكينا يا جماعة أي إنسان بماطل في مهمة معينة يا جماعة يذهب إلى تقنية 5 minutes أو 10 minutes إيش يعني يا جماعة يعني أصغر خطوة هاي لايك يا نازل أنت متفاعلة معنا يا جماعة حاول خطوة بسيطة أو 10 minutes يعني إنت مثلا مهمة بدك والله تزاكر تمام شكرا لك يا DRM1 شكرا لك حاول أصغر وحدة يعني مثلا أنا بدي أدرس ادرس خمس دقائق يا جماعة تمام خمس دقائق يعني ما تدرس ما تقول الله أنا بدي أدرس مثلا ساعتين ثلاثة لا حاول أنه أنت المهمة اللي بتماطل فيها يا جماعة شوف أصغر وحدة يعني صغيرة ادرس بس مثلا مثال على الدراسة 10 دقاط ادرس حتلاقي نفسك أنه أنت عقلك الباطن يوحي لك 10 دقاط والله بسيطة جدا فبالتالي حتكمل لي وحدك في الدراسة مثلا أنت بتشترع على مثلا على كورس معين أنا مثلا والله الكورس كبير وبده شهرين وثلاثة وبده كذا لا فبروحش بعمل أنا جماعة بقسم هدف إلى عدة أهداف أو وحدات صغيرة وببدأ بتنفيذ الوحدات أصغر وحدة من هذا النشاط أو من هذا الهدف وببدأ فيها مثلا بجزء وقت قليل فبتلاقي يا جماعة دائما أنا بمشي في تنفيذ المحام إذن يا جماعة اعملوا على تظهير نشاطاتكم مهامكم أهدافكم قسموها إلى أجزاء ووحدات صغيرة ودائما ابدأ بأقل خطوة 15 دقاط هتلاقي نفسك أنه أنت هتكمل مباشرة ليش؟ لأنه عقلك الباطن حيثير لك أنه والله هذه 10 دقاط يعني شيء صغير متافة فبتال أنت هي بس تستشعر أنه حب لهذه المحام هذه من الشيء اللي أنا جربت بنفسي جماعة وأثمرت معي بشكل كذلك نازك تقول تسلم كلامك لكنه كد تلاقي لهريس إن شاء الله الله يوفتك يا رب يا نازك بلهم الله آية بتحكي جماعة كأنك قلت ما أردت سماع في لقطة مناسب وهي أحلى لايك يا آية شكرا لك على هذا التعليق تمام يا جماعة إذن النقطة الثانية جماعة في مجال تطوير التذات هو إدارة وقتك بشكل فعال وبشكل كفو تمام أنه أنا أستثمر وقتي بشكل أجمل ويا جماعة خلوا بالكم ما تقيدوا أنفسكم بخطط الآخرين أنت أفهم نفسك ما أحنا قام ما أحنا نحكي إيش مشكلة يا جماعة أنه إحنا مش وعيين بذواتنا يعني أنت مش فاهم نفسك كوي سمعني يعني سمعوني أحكي بهذا التعبير لأنه يا جماعة سبب كبير من إعاقة النجاح وطريق النجاح فيه يعني لدينا أنه إحنا ما بنفهم أنفسنا يعني أنت مثلا إيلون ماسك مثلا بطبق على نفسه خطة ما بينفع أنه أنا أطبق خطة إيلون ماسك على نفسي يا جماعة مثلا بيل جيتس والله بطبق خطة فيه مثلا مجاله ما بينفعن أنت تطبقها على نفسه يا جماعة ليش لأنه كل شخص يا جماعة له خصائص له قدرات له ميول له فطرة له ظروف خاصة به فبالتالي ما تطبق خطة الآخرين على نفسك حاول أنه أنت تستأنس بخطة الآخرين وتكيفها وتعمل لها ملاءمة لوضعك واحتياجك وتستفيد منه وتستأنس به يا جماعة تمام هذه من النصائح المهمة طيب النقطة الثالثة اللي أنا بدي أتكلم عنها في هذا اللايب أيضا أنه أنا يا جماعة لازم أطور نفسي في جميع المجالات وبنسب يعني خلنقل متقاربة أو متبعدة بشكل يعني نسبي خلنقل بشكل نسبي للأسف يا جماعة ليش لأنه اليوم مفهوم تطوير الذات أو النجاح في الحياة تمام النجاح للأسف نحن نقصه بمعيار واحد فقط هو مثلا مين يا جماعة يعني أنت مثلا بالنسبة لك معيار النجاح هو الثراء المال تمام فلان آخر معيار النجاح له بمدى نجاحه بالوظيفة معيار آخر عند آخرين يا جماعة معيار نجاحه في الدراسة مثلا معيار آخر لدى بعض الأشخاص معيار النجاح لديه في ماذا أنه والله عنده مثلا معجبين كثيرين هذا يعيار النجاح للأسف يا جماعة لا يقاس النجاح المتكامل بهذا المفهوم إنما يقاس بمفهوم متكامل يا جماعة مفهوم متكامل لمعيار النجاح خلينا اليوم أحكي لك ما هو المعيار المتكامل للنجاح اللي أنا مقتنع فيه شخصيا طيب دكتور أم أو بحكي يا جماعة قال أحد العلمات ألمت من المتصوفة أنهم قالوا الوقت تسف إن تقطعه تطعت من تقطعه قطعك تمام يا شكرا يا دكتور أم أو طيب إذن نتكلم يا جماعة عن النقطة الثالثة إن معيار النجاح المتكامل هو يا جماعة أني أنا أنجح بنسب متساوية ومتوازية ومتقاربة في جميع المجالة كيف يعني؟ الآن عندك المجال الروحي روحك يا جماعة لها متطلبات عشان أنت تنجح في أنه أنت تغذي روحك يا جماعة بالأشياء الجميلة والرائعة اللي تبقى روح مستقرة مفهوم الروح يا جماعة هو يعني أمر عجيب ومعقد لازم أنت تغذي روحك يا جماعة غذاء الروح إذا أنت ما غذيت روحك بالأشياء الرائعة والنافعة فأنت في هناك افتقار في هذه الروحة بالتالي إن لم تقطعوا خطحك طيب تماما أنا دكتور أمو إنتيك صححة طيب إذن غذاء الروح يا جماعة مهم جداً غذي روحك يا جماعة مهم جداً أنه أنت تغذي روحك عشان تكون إنسان ناجح كيف يعني بالقرآن بالصلاة بالذكر بذكر الله بأذكار الصباح بأذكار المساء بأذكار النوم بالاستماع إلى الدعاء إلى المشايخ يا جماعة هذول يا جماعة بيعطوك غذاء روحاني روحك بتستقر للأسف يا جماعة كثير من الناس لديهم مشاكل نفسية وعدم استقرار عاطفي ولديهم بشكل كبير جداً مجتمعية ومشاكل نفسية وللأسف ما بيفهموا أنه عنده نقص في المجال الروحاني لازم يغذي المجال الروحي يا جماعة كثير أنا من الناس يا جماعة اللي أنا دخلوا علي بمشاكل نفسية وجدت أنه أصلها أنه عندهم نقص في المجال الروحاني أو تغذية المجال الروحي لديهم يا جماعة هذه والله من الأشياء اللي بتحلل عندهم مشاكل نفسية رائعة لا يجب عليك أن تغذي روحك بشكل يومي حتى تستقر عاطفتك ونفسيتك إذن مهم جداً تغذية الروح لديك لأنه يا جماعة هذا بسبب لك حل مشاكل كبيرة وكثيرة جداً معقلة طيب كريزي بيحكي أنه نجاح بكل مجالة هنا هي بتتمد على شو تعمل بيومك لازم تستغل يومك ولحظتك جميل جداً استغلال اللحظة الحاضرة هي حلول للمشاكل النفسية المتولدة من الخوف على المستقبل والقلق والحزن على الماضي جماعة هذا من أنه أنت تغيش اللحظة الحاضرة هي حل كثير من المشاكل شكراً جزيلاً يا كيسر طيب أكمل يا جماعة إذا قلنا المجال الروح يجب أن تغذيه بشكل جيد اثنين نحن نجمع في النقطة الثالثة لسه أنه تغذية المجالات المجالات التي تتكلم عنها في تطول الذاتي أن تكون متقاربة ومتنسلة النقطة الثانية يجب أن تغذي المجال العقل العقلك هذا يا جماعة لازم تغذى يومياً بالأشياء النافع والرائعة وذات الجودة العالية باب ينفع يا جماعة تسيب عقلك للسوشيال ميديا الهابطة للمحتوى الهابط للأشياء الهابطة تمام يا جماعة ما بينفع شكراً لك يا دلال دلال بتحكي أنه تغذية الروح بارك الله كلام في القمار أشكرك يا دلال وهي أحلى لايك كريزي ألا عافوا أستاذ شكراً تغذينا لك أحلى لايك طيب آية بتحكي نعم صراحة كلما ضاقة بيت تحكير أجد الله عز وجل فقط وهذا أكثر من من كافر ممتازة طبعاً يعني الذكر والقرآن والصلاة والخشوع هذه كلها من الأشياء جماعة التي تضيف روحانيات وتعزز مجال روحي طيب خلينا نبقى في النقطة الثانية جماعة أنا شغال فيها الآن بحكي فيها المجال العقل يا جماعة لازم تغذب العقل العقل إذا لم تغذيب الأشياء النافعة والرائعة وذات الجودة العالية أنت بتغذيب الأشياء الهابطة وللأسف جماعة إحنا نقولنا عرضة بالسوشيال ميديا إذا أنت ما تبعت السوشيال ميديا ذات القيمة الرائعة ما تبعت قناتي ما تبعت احسابي ما تبعت السوشيال ميديا الخاصة بيا فأنت يا جماعة معرض أنه أنت لغذاء العقل الهابط تمام؟ الفكر السلبي الناس السلبيين المحيط السلبي يا جماعة مهم جدا أنه أنت تأخذ بالك يا جماعة أنه أنت تغذي عقلك بالأشياء الرائعة طبعا أنا خلينا أحكي لك يعني طبعا صاحب يا ناس جماعة الأصدقاء إيجابيين تتابع الوسائل السوشي ميديا مثلا النافعة ذات القيمة يا جماعة مش الهابطة أنك تتابع المحتوى الجيد والرائع النافع أنه أنت تقرأ يا جماعة تقرأ تحاول تقرأ لو أشر دقائق في اليوم تغذي فيها هذه العقلية يا جماعة نحن لدينا هنا ملايين الخلايا العقلية التي هي مستعدة على قبول المعلومات وتصنيف المعلومات وترجمة المعلومات إلى أشياء الرائعة فإذا لم تغذيت هذا العقل وتركته يا جماعة بشكل مفتوح فإن تترك لعقلك استقبل أي كلام أي محتوى هذا فبالتالي يا جماعة ما يدفع هذا الكلام إذن اعمل كنترل على ما تغذي به عقلك وهذا ضروري أنه أنت لازم لازم من اليوم تحاول تغذي عقلك بالأشياء النافعة والبين طيب كريزو بتحكي جماعة غذاء الروح والبداية الأهم والناحية الأهم لأنها تساعد بغذاء باقي النواحي مثل العقل والنفس والجسد هذا بالنسبة إلي مفهمتين من ذات وبعدها تقييمة الله ممتاز جدا يا كريزو الأحضر لاي على تعليق تمام تمام اتفقنا على الجانب الروحي والجانب العقلي الجانب الثالث الجماعة طبعا نحن الجماعة في لدينا برنامج تطوير الذات في عنا يا جماعة كورس في برنامج تطوير الذات موجود على موقع يا جماعة تنمنس اللي بحب يعني يشترك في هذا الكورس يعني متاح إنه إحنا نستقبل المشاركين إنه ممكن ينضموا إلينا يا جماعة رسوم رمزية على هذا البرنامج وممكن تستفيدوا منه وبرب تستفيدوا من المحتوى المجاني الموجود لدينا تمام طبعا ما تنسوا تشاركوا معنا الكورس يا جماعة اللي بعد العيد إن شاء الله طبعا يعني إحنا مش السبت هذا جماعة السبت المقبل تمام أو سبت القادر طبعا لو إحنا دخلين في لايب للأسف محتوى هابط أكيد بيكون شهادات عالية جدا شوفي يا ربا هذه هي مشكلة العامة والجميع يعني خلنا أحكي لك إنه للأسف هذا واقع واقع مرير جدا إنه إحنا اليوم يا جماعة المحتوى الهابط له قبول كبير وشاسع واسع في العالم وهذه يعني سنة الحياة معروف إنه يا جماعة أنه دائما يعني أنت لاحظ يا روبي النسبة الناجحة في العالم كيف نثبتها في العالم؟ لا تتجاوز التسعة أو العشرة بالمية وحتى سبع بالمية يا روبي تمام؟ هذا الناس اللي مستوى القمة والنجاح لا يتجاوزوا سبع عشرة بالمية إذن يا روبي الدراسات هذه الأبحاث أثبتت ذلك الكلام مش من عندي أنه أثبتت أنه عشرة بالمية هم دائما بكونوا على القمة في صدرة القمة على مستوى العالم بينما تسعين بالمية هم بيعيشوا حياة روتين طبعا هذا من احترامي للعام لكافة الناس العامة ولكن هذه هي الأبحاث والدراسات أثبتت هذا الكلام تمام؟ فبالتالي يا روبي خلينا نحكي لك أنت كون المتميزة كون المتفردة كون أنت الكواليتي الهاي كواليتي الرائعة من ضمن العشرة بالمية الناجحين اللي عندهم وعي بذاته ما تنجري وراء أي محتوى أنت اليوم لازم أنت تنتقل المحتوى الرائع والقيم واللي بيتفق مع ببادئك وفلسفتك وفكرك القيم والرائع ورسالتك في الحياة وأنه تبعي هذا المحتوى الجيد تمام؟ فهذه مشكلة العامة للأسف في وضعنا وفي وقتنا حالي تمام يا روبي؟ طيب أتكلمني يبقى عن جانبين يا جماعة الجانب الروحي والجانب العقلي خليني أنا الآن أتطرق إلى النقطة الثالثة وهي جماعة الجانب البدني الجانب البدني يا جماعة بيندرج أيضا تطوير الجانب البدني الجسماني بيندرج تحته أيضا يا جماعة تطوير الجانب الصحي كيف يعني أنه أنا لازم أهتم بجسمي لازم أهتم يعني بمثلا بوزني أهتم بغذائي يا جماعة ما أكله ما يدخل فمي إلى معدته هذا مهم صحة العامة يا جماع نازم اهتم فيها هذا الكلام مهم جدا أنه أنت تطور من ذاتك ليش لأنه جماع ما بينفع أنه إنسان مثلا والله موجود وبحاول يطور ذاته ما بهتم في الرياضة ما بهتم بورست رياضة معينة ما بهتم أنه مثلا يأكل أكل صحي ما بهتم أنه مثلا بصحته والأمراض اللي بتصيبه تقوية مناعته لأنه هذه جماع الأمور بتساعد على النجاح يعني للأسف أنه كثير من الناس يعني تجد نفسها ناجحة لكن تعال شوف مشاكله الصحية ومشاكل الجسمانية مصيبة وطامة كبرى تمام؟ فعشان هيك أنا واحد من الناس وجدت إنسان ثري جدا لكن يا جماعة تعال شوف وضعه الصحة للأسف هو مشتهدر في أمور الصحية في جسمه في مثلا ما يأكله في يعني الصحة العقلية هذا أشياء جماعة مهمة جدا تكمل جانب ومعيار النجاح المتكامل اللي احنا بنتكمن عنه تمام؟ هذه إذن مهمة جدا تطور الجانب الجسماني البدني سواء من مورسة الرياضة من الأكل الصحي من ما يعني أنا أمارس به حياة على مستوى الجسم هذا مهم جدا تمام؟ وهو أحد معيير النجاح المتكامل دلالة بتحكي ممكن سؤال تخصصك الدراسة وليد معروفة تخصص أنا هدفي متحدث التحفيزي بما تنصحني طيب دلال يعني المتحدث التحفيزي يعني أنصحك بأنه أنت لازم تقرأي كثير لازم يكون عندك تخذي دورات في مجال اللي هو التحدث الـ public speaking أنه أنت تتكلمي مثلا أمام العامة تخذي دورات في هذا المجال تدرسي مثلا تخصص في هذا المجال مثلا شهادة كرسات يعني كرسات متخصصة مثلا على يودومي على اليوتيوب مهم جدا تابع هذه الأمور أساس أنه أنت إن شاء الله أنت تصير متحدث التحفيزية وخلينا أحكي لك أنه لكن ما بفعل تصير متحدث التحفيزية في كافة المجالات أحاول أنه أنت تتقن مجال معين تتخصص في مجال معين وتتحدث في هذا المجال يعني مثلا تخصص في موضوع النجاح النجاح مثلا ممكن تقرأي في موضوع النجاح كرسات النجاح كيف النجحين نجحوا كيف الناس يعني مثلا النجاح توصلت إلى القمة وهو إلى ذلك وتبدأ تحكي في هذا المثال يعني أمر بالكلمسال طيب شوف هذا في أسئلة أخرى يا جماعة العقل السليم في الجسم السليم شكرا يا دكتور حكي طيب الآن أنا بعد ما حكيت في المجال البدني يا جماعة طبعا أنا أحكي هذه المجالات المتعلقة بتطوير الذات النقطة الثانية تمام يا جماعة أيضا لازم أنا أطور علاقاتي يا جماعة الكميونيكاشنز مهمة جدا فانو أنت تطور علاقاتك سواء العلاقات أنا بصنفه جماعة العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية إيش أنا مفهوم إلاها تصنيفي الخاص والمتواصر علاقاتك الداخلية مثلا في أسرتك يا جماعة الأسرة كيف الفاميلي عندك هل أنت أسرتك رأى موجود في الأسرة هل أنت بتشارككم همومهم أحزانهم هل أنت بتغيش مع الأسرة أحوالها أفراحة أحزن هل بتشارككم اللحظة هذه مهمة جدا إذن ما بينفى أنا إنسان أنا أدعي النجاح ومش ناجح في تطوير علاقات الأسرية يعني كثير جميعا من الذين ينجحون بطراء مالي فاحش تعال شوف أسرته وتجد حالة طلاق حالة مثلا نفور بينه بين زوجته ما بيعرف أولاده ما بيرب أولاده ما بتابع أولاده في البيت وهكذا كثير من المشاكل جماعة الأسرية موجودة لديه وهو يعتبر يعني من الأثرياء تمام للأسف هذا نجاح نعم بسميه نجاح ومعاقص تمام جماعة هل من الأشياء طيب دلال برك الله فيك إن شاء الله يا رب أوصف فضل نصيحتك شكرا يا دلال هاي أحلامها طيب كريزي بتحكي أستاذ نصيحة للتشتت وتعدد لهمات رغم إنه ما في إجابة دقيقة شوفي يا كريزي أول شيء أنا بحكي لك يعني أنت متشتتها وفي عندك اهتمامات متعددة لا يعني هو في البداية ممكن هذا يكون يا كريزي يعني ليش أنا بحكي لك أنه هذا جيد في البداية كبداية لك أنت إذا في عندك تشتت اهتمامات متعددة مش غلط إنو حاولي يكون في عندك اهتمامات متعددة في مجالات متعددة ليش أنا بحكي هذا الكلام يا كريزي هذه اللحظة هي بداية الطريق لمعرفة الهواية أو التخصص اللي أنت بتحاولي تتخصص فيه أو تركزي فيه تمام؟ هذا مهم جدا لما أنا مثلا كيف عرفت شغفي جربت أنا مجالات كثيرة مجالات متنوعة وبعد ذلك يعني من السنين يعني أنا قاعدت حوالي سنتين ثلاثة وأنا يا كريزي بتجرب مجالات مختلفة اهتمامات مختلفة ميولات مختلفة لما أنا وجدت شغفي وذاتي في شيء معين تمام؟ هذا شيء صحي يا كريزي مش شيء يعني خلا نقول سلبي شيء صحي إنو أنت تبدأ باهتمامات متعددة اهتمامات مختلفة ولكن من غير الصحي إنو أنت تضلك ماشي بهذا الطريق إنو والله تقولي مثلا إلا عشر سنوات وأنا متشتتة ما بينفع إذن هذا شيء غير صحيح حلو؟ بعد أنت ما تبدأ بهذا التشتت وبهذه الاتمامات أنت بعد ذلك حتلاقي نفسك إن شاء الله في شيء يعني أنت خلاص فيه ميون معين خلاص أنت لقيت نفسك في هذه الزاوية لاحظي أحيانا ما بقولوا أنه أنا والله لقيت نفسي في كذا أنا وجدت شغفي في كذا أنا مثلا والله زاويت أو لعبتي في مجال كذا هذا الكلام إذا بتلاحظ في ناسي بتحكي هذا الكلام فهذا الكلام إن شاء الله سيتطبح لك أنا أمصحك نسيحة عمانية عشان تعرفي وين أنت اهتمامك وين حتركزي وين تخصصك وين ميولك رغبتك شغفك أين تقضي وقت فراغك الكبير إذا أنت بتقضي وقت فراغك مثلا والله في الفن في الرسم في الجرافك ديزاين في مثلا في التحدث أمام البلأ في مثلا نسج العلاقات ماهرة في السجل وهكذا وين أنت بتقضي وقت فراغك هذا هو شغفك يا كريزا أنا هذه يعني دائما النصيحة اللي أنا وجهها لمن لمتابعين ماهو سؤالك لا أعرف هل أنا جاوبتك لا أعرف إذا أنا جاوبتك طيب راجوي راجوي بتحكي كيف تتم الثقة بالنفس خليك معنا يا راجي لأنه أنا الكلام اللي بحكيه هذا يعني بيعطيك ثقة بنفسك تمام أنه أنا يعني أنا الآن خطواتي بحكيه أنه تنمية المهارات تمام تطوير المهارات التطوير نفسي في المجالات الحياة المختلفة تمام واللي حكيت عن الجانب الروحي الجانب الجسدي والجانب العقلي الجانب العلاقات العلاقات الداخلية هذه مهمة كثير في تطوير الثقة بالنفس يا رجوي تمام أعطيني سؤالك يا 6XKG عشان أنا يمكن ما بعرف إذا أرسد كيف يعني أقدر أستاذ كيف يعني أقدرك كيف يعني أقدرك يعني أنا بعرف يا آية إيش سؤالك أنت وكون علاقات غير سامة يعني هذه العلاقات السامة مهمة أنا قاعد أتكلم الآن أنا أتكلم فيها يا آية موضوع العلاقات السامة والغير سامة تمام كريزي هل أنا جبتك على سؤالك الذي سألته يعني أجبني لو سمحت في التعليقات تمام كريزي بتحكي صعي جزاك الله خير أستاذ شكرا لها نصيحة وهي أحلى لايك يا كريز أشكري تمام ما في أسئلة كم من حديثي إذن حكيني جماعة مهم جدا أطور علاقات الداخلية مع الأسرة مع أطفالي مع أولادي مع أقاربي مع والدي ما بينفعل أنه أنت يا جماعة تشغل في بزنس أو في وظيفة وشاغل نفسك عن بر الوالدين للأسفل الله هذا مصيب يا جماعة في ناس منهمكة 12-14-15 ساعة ما يسأل عن والدي ولا يبرهما فبالتالي هذا قصور كبير يا جماعة في العلاقات الداخلية مهم جدا لأنه ربنا سبحان الله البركة يديك إياها لما أنت بتبر والديك مثلا تهتم بأطفالك تتربى أولادك مثلا على التربية السليمة الصحيحة بتتابعهم تمام هذه مهمة جدا علاقات الداخلية طيب النوع الثاني يا جماعة من جانب تطوير العلاقات العلاقات الخارجية لازم تكون علاقاتك أيضا علاقات رائعة ونوعية ومميزة يعني كيف أحكي يا جماعة أنه مثلا أنا بجيب أسلم على شخص معرفته ما بابتسم ما في ضحكة ما في وجه بشوش تمام هذه جماعة من الكمنيكيشن سكلز تمام أنه أنا كيف أربط يعني العلاقات أو أقوّع علاقات يا جماعة لازم يكون عنده علاقات خارجية رائعة تمام أنه أنا مثلا يكون عنده علاقات خارجية مثلا مع مسجدي مع مثلا أهل البيئ أهل المحيط الخارجي تمام جيراني علاقات كث معهم مثلا زملائي في العمل أصدقائي وهكذا هذه جماعة العلاقات لازم تكون مرتبة ومنظمة وتكون مبنية على أصاس صحيح يعني كثير جماعة من الناس عنده نجاح باهر لكن تجد علاقات الخارجية مع الناس للأسف صفر ما في عنده علاقات رائعة يعني للأسف يعني سيرته على كل إنسان بالعامية بيحكوه أو هو يعني إنسان فاشل في تكوين العلاقات الاجتماعية تمام هذا مهم جدا طبعا في ناس مثلا بطور هذا المجال عنده علاقات رائعة اجتماعية ولكن تجد مثلا المال الجانب روح عنده فقير الجانب العقل لا يغذي ما بطور قدرات ومعالات وهكذا فبالتالي هذا مهم جدا تطوير النواحي والمجالات بنسب متقاربة ونحن لما بحكي بنسب متقاربة عن خير أحكي لك ما بقول لك كون بيرفكت في تطوير المجالات لا يعني خليك مثلا 60% في مجال الروحين 70% في المجال العقلي مثلا 80% في علاقتك الاجتماعية وهكذا هذا النسبة التي أتكلم عنها طيب طب اللي بحب يستزيد يا جماعة في الموضوع المحكي هنا في لدينا كورس في مجال تطوير الذات مهم جدا تنضم إلى هذا الكورس نعمل كورس يعني كل شهر يرمنا هذا الكورس اللي بحب يتضم إلينا أنه نحكي أكثر في هذا الموضوع لدينا نقطة مهمة ثانية أخرى يا جماعة الجانب المهني طبعا أنا أقسم هذا الجانب المهني يا جماعة سواء لديك بزنس أو لديك مين حرفة أو مهنة أو وظيفة مهم جدا يا جماعة أنه أنت تشتغل على تطوير جانب البيزنس وجانب الوظيفة طبعا راح تحكي لي أنا والله ما عندي وظيفة أنا عندي بزنس ممتاز جدا يعني هذا مهم جارب مهم طوره وحسنه وحاول أنه دائما تكون في تحسين مستمر لهذا البزنس طب لو واحد عنده مثلا وظيفة بحكي حاول أنه تطور من هذه الوظيفة تحسن محاول الكورس تسأل كريزي عن محاول الكورس محاول الكورس موجود يا كريزي في الموقع تجد إن شاء الله تمام بتكلم عن جوانب كثيرة جدا بتكلم يا كريزي موضوع البرنامج برنامج بتكلم عن النصوات أناليسيز تقيم نقاط القضوة والضعف والفرص التهديدات المحيطة بالشخص كيف أنه أنا أعمل مصفوف ماتريكس أني أنا أعالج كل نقطة على حدة كيف أنه أيضا بنودرس طبعا المجالات الثمانية لتطوير الذات يا جماعة عجلة الحياة كيف أنه طبعا بنحدد ما هي المجال الروحاني إيش تعريفه كيف أنا أشتغل عليه كيف أنا أعز هذا الجانب إيش الوسائل العملية وكمان بنعطيك نصائح بكل جانب أنه تشتغل عليه يا جماعة طبعا كثير الحمد لله من انضموا إلينا لكم تمام طيب وبدأ ذكركم أنه سوم رمزية جماعة هذا الكورس إن شاء الله بتمنى أنه تنضموا بشرة فيكم طيب بعد ذلك إذن خلنا نتكلم في نقطة الجانب المهني وأنا هنهي موضوع جماعة تطوير المجالات والمجالات اللي حكيين عن لي المجالات السبعة اللي هي حسب تصنيف أنا عملت مجالات سبعة فيما بعملوا مجالات ثمانية عاشرة لكن أنا صنفت إلى سبعة مجالات طيب الجانب المهني إذن حكينا عنه سواء وظيفة أو بيزنس بدك تعمل على تحسينهم بتكنيكس باستراتيجيات بوسائل معينة لازم أن تتمي وتحسن من هذا الموضوع طيب أنا أنصح نصح في الجانب المهني لو أنت عندك وظيفة يا جماعة مثلي أنا اليوم أنا عندي وظيفة لكن أنا عندي أيضا جانب مهم هو بيزنس خاص بي دائما أنا شغال علي بطور فيه تمام دائما أنا شغال في هذا البزنس طبعا بجانب الوظيفة لماذا يا جماعة من المهم والضروري جدا عشان أنت تطور من ذاتك ومن عقليتك أنه لازم يكون عندك بيزنس خاص بك الحرية المالية هي أروح شيء في الوجود يا جماعة صدقوني والله ليش لو أنت بتمتلك قراراتك بتمتلك نفسك بتمتلك حرية الوقت حرية التصرف ما حدا بيضغط عليك ما في مدير يقيدك ما في شيء ينظمك ووو بالاخير قد يتعارض البعض معي تمام لكن أنا بحكي لك هذا بالفعل يا جماعة موضوع البيزنس وإنشاء مشروع صغير أو البدء في بيزنس صغير مهم جدا جدا طبعا هذا أنا لا أهم بالوظيفة جماعة مهم الوظيفة طبعا أنا علمتني كثير وعطت خبرة كثير ووظيفة ولكن ولكن بحكي لك لو أنت في وظيفة ابدأ ببيزنس اليوم من الضروري والمنح وانا تكلمت عن في فيديوهاتي جماعة في فيديوهاتي دائما في لايف باتكلم طريقك إلى حري تتخذ قراراتك طريقك إلى أنه أنت دينير نفسك تتملك زمام أمورا لماذا يا جماعة لأن أنت ما حدا يصرف عليك أنت تتحكم من نفسك في دخلك في إراداتك فبالتالي أنت اليوم غير معارض للضغط من قبل المدير أو من قبل وزارة أو من قبل الحكومة أنت حر تمام أنا هذا ما بحكي طبعا يمكن يزعلوا الناس لصحاب الوظاف ولكن بحكي لك هذا فعلا هو الوقت طبعا أنا الآن في وظيفة لكن أمارس أيضا بزنس خاص به وإن شاء الله أنوي إلى الاستقلال المالي إن شاء الله في وقت معين ولكن ما حدا هذا الوقت إذا تكلمنا عن تطوير الجانب المهني إما بالبحث عن وظيفة مناسبة تليق بشغفك وإمكانياتك ومهاراتك الجماعة أو بالبدء بزنس جديد إذا أنت عندك وظيفة ابدأ له بزنس جديد عندك بزنس فأنت ممتاز جدا طب هيك أنا يا جماعة الأمواية حكينا عن موضوع رأس المال أنا حكيت في لايفات وفي فيديوهات على قناة تير منتس يا جماعة اشتركوا في قناة تير منتس عليها برامج وفيديوهات كثيرة بتحكي عن موضوع كيف أبدأ بزنس يا جماعة وما عندي رأس المال حكينا يا جماعة لكن أنا بدي أحكي لك يا الواي نقطة مهمة اليوم يا جماعة مصدر الثراء هو أفكارك اللي هي موجودة في هذا العقل إيش أنت عندك أفكار بترجمها إلى تكنيك واستراتيجية عملية يا جماعة هذا هو مصدر الثراء وهذا هو رأس المال اليوم يا جماعة يا الأمواي حاجة اسمها اقتصاد المعرفة اليوم اقتصاد المعرفة يا جماعة تخطى القارات وتخطى الحدود وتخطى كل شيء تمام ما في رأس المال تقليدي اليوم في عصر التكنولوجيا يا جماعة في عصر الـ اليوم هذه قضت على موضوع رأس المال التقليدي لكي يبدأ بزنس اليوم عندك أنت سوشيال ميديا عندك اليوم فيسبوك عندك اليوم ماركت بليس عندك يا جماعة فيسبوك أنا أرسل لي أرسل لي رسالة أنه اليوم عمل متجر أنت متاح لك تعمل متجر عندك صلاحية يلا حط منتجاتك الرقمية طع مثلا برامجك وهكذا اليوم يعني إحنا يا جماعة الاقتصاد قائم على المعارفة شو عندك معرفة شو عندك سكلز شو عندك مهارة أنت تقدر تترجمها اليوم يا الأمواي إلى بزنس خاص بك وتبدأ منه الطريق بأبسط خطوة بسيطة وبعد ذلك المال يأتي يا الأمواي لكن استثمر مهارتك فدراتك ميولة تخصصك معرفتك في شيء معين وترجمه إلى شيء يرغب الناس ويحب الناس تمام ويحل مشكلة لدى الناس اشتغل على العاطفة والألم الخاص بالناس وانت لبي هذا الألم أو هذه العاطفة وبالتالي انت اليوم تبدأ بزنس من لا شيء تمام جماعة طبعا يا كريزي خلينا أحكي لك ربما فكرة واحدة يعني تأخذ بك إلى القمة إلى السحاب فكرة واحدة يعني أضرب مثال العمل انت بتقول والله بتحكي كلام تنظري أنا مش مختنع في أفكارك بحكي لك لا أنا بتضرب لك مثال عملي يا أخي على شركة دوبونت دوبونت يا جماعة هذه من الشركات اللي أبحرت في السوق الأزرق وهذه سكس ستوري في هذا الموضوع أنه هي أبحرت في السوق الأزرق يا جماعة من منتج واحد طبعا هي بتشغل يا جماعة في منتجات الصوية ومنتجات المتجات الزراعية خرجت عن المألوف فكرت بشكل يعني خارجي غير مألوف عن مثيلات المنافسين يا جماعة يعني هي كانت موجودة بين المنافسين وكانوا بكسر بعض بطحن بعض جماعة فيماذا فعلت ذهبت إلى السوق الأفريقية وغزت السوق الأفريقية طبعا شركاتها والمنافسين يا جماعة ما كانوا يتجرؤون مفتحوا السوق أو بزنس في السوق الأفريقية خايفين خايفين من الخسارة خايفين من المخاطرة خايفين من خسارة الأسلمان يعني هذا خفط طبعا طبيعي أو مخاطرة يعني ممكن أنت يتفكر وتخاف ولكن هي أخذت زمام المخاطرة أنه ما بنفعل أنه أنت بزنس وبدك تعمل إرادات عالية وأرباح عالية وما في مخاطرة هذا غير مقبول في البيزنس هذه لغة في البيزنس أنه كيف تخاطر أكثر وكيف تربح أكثر فبالتالي لما غزت السوق الأفريقية هي وجدت سوق خصبة وسوق لها طلب على المنتج الزرع فبالتالي نجحت من أوسع الأبواب أذكر تقريبا 100 مليون دولار لما غزت السوق الأفريقية وعملت بزنس هناك 100 مليون دولار كانت إراداتها من منتج واحد بالتالي أنت الأفكار يا جماعة كيف أنت في عندك أفكار إبداعية ورائعة ونوعية كيف أنت تحظى بنجاح رائع في العالم اليوم تمام وزيما أنا بحكي لبلو أوشون أو استراجي السوق الأزرق لأن أنا دائما أتكلم في لايبات فيديوه على قناة 10 منس وهنا دعوة أن تشاركوا في القناة وفي السوشيو من الخاصة بي والتابعوني أن هي يعني جعلت اليوم الجماعة السوق الأزرق هي ركنها الأساسي هو الإبداع الإبتكار ركن أساسي من السوق الأزرق أن أنت عشان تبحث في سوق لوحدك في سوق لا يوجد به منافسين يجب عليك أن تعتمد مبدأ الإبتكار الإبتكار القيمة هو يعني موديل خاص بك أن كيف يعني الإتيان بأشياء جديدة لم يتطرق إليه أحد من المنافسين هذا لازم يكون فكرة للأسف أنه أغلب اليوم المنافسين وأغلب السوق تمام جماعة بفكر اليوم للأسف بتفكير تقليدي في إنشاء أو في بدء مشروع الخاص تمام طيب زي إيش نفتح مشروع ما هو ال Y أم أنا ما بقدر أمني عليك أنا لازم أتعرف على أول شي يا ما هي احتياجات سوق السوق يش بيحتاج أنا ما بنفع يا الأمواي أنصح بشغلة يمكن تكون غير مطلوبة أو السوق تشبع منها تمام إذا في شروط لفتح البزنس أو البدء بزنس أنه عندك يكون مثلا سوق محتاج هذا المنتج أنه عندك يكون في قبول أنه يكون في عندك جمهور أنه يكون في عندك شراء لهذا المنتج بدك تعمل دراسة مثلا تعمل دراسة للمنتج الذي بدك تبدأ به دراسة كيف يعني أنه أنت تعمل مدى جدوى مشروعك لو بدأت بزنس في هذا المنتج أو في هذه الخدمة إذن بالتالي هناك متطلبات الكوير مهمة يا الواي أم أنا لازم أعرفها قبل أنصحك بشيء يعني تكون مصمم ومستعمل مبرمج ممكن وممكن لكن أنا هدروا ما مفاصق بها وأنا مش عارف مدى احتياج الناس عندك شو أنت ميولك رغباتك شو أنت تخصص شو أنت معرفتك شو أنت شاطر بشو المشاكل الموجودة في سوقك مثلا لازم تعمل دراسة بحتي للسوق الذي موجود فيه عشان أنا أقيم هذا مهم يا الواي طبعا استهدم السوق المناسب معنا يا كريس كلام جميل طيب دلالي بتحكي بالتوفيق المرة القادمة إن شاء الله أطلع معك لللايف ربي يهنيك ويفرحك إن شاء الله من نجاح نجاح ومتابع جزائري بتلقص شكرا لك يا دلالي ما بعرف يا دلالي أنت حابة تطلع معي لايف يعني أنا ممكن استضيف كذا أنت حاس أنه أنت حابة تطلع لايف يعني حكي في التعليقات إذا حابة أنا لدي أي أنا برحب أتشار فيك تمام يا جماعة إذن أنا خلصت لك النقطة الثالثة نيجي للنقطة الرابعة يا جماعة النقطة مهمة رابعة أنا يجب أن أصلت عليها القراءة يا جماعة القراءة ثم القراءة ثم القراءة يا جماعة القراءة حياة أخرى يجب أن تعيشها هذه أن وأصيحتي أنا هذا الشعار عند موجود في مكتبي القراءة حياة أخرى أنت لم تعرفها عشانك يا جماعة لازم أنت تقرأ لأن القراءة دائماً حزين على نفسي لأنني لا أقرأ كثيراً أنا دائماً حزين أنه لا أقرأ كثيراً القراءة جماعة تعطيك معارف تعطيك خبرات تعطيك تجارب تعطيك قصص نجاح وقصص فشل تقرأ يستور كاملة جماعة لأشخاص من خلال قراءة الكتب الخاصة بهم تقرأ موسوعة نجاح لأشخاص من خلال كتبهم بالتالي لازم يا جماعة أنه أنا أقرأ كثيرا أنا يعني للأسف هي هذه نقطة مهمة جدا أنا بصراحة فاقدها لأنه بوقتي منشغل كثير جدا للأسف يعني ما بقرأ كثيرين يعني أنا نفسي أقرأ يا جماعة ساعة وساعتين في اليوم لأنه القراءة يا جماعة هي غذاء الروح وغذاء العقل وغذاء الجسد وهي كمان بتخليك إنسان آخر تمام هذا مهمة جدا طبعا هذا جماعة إحدى التقنات تحكين عنها تولز اللي هي بتطور من الجانب العقلي الخاص طيب خليني أنا آجل النقطة الخامسة عشان أنت تطور ذاتك يجب عليك أن تخرج من منطقة الراحة تمام يا جماعة يجب أن نتفكر أنه يجب علينا الخروج من منطقة الراحة كيف أنا بتخرج من منطقة الراحة يا جماعة أن تفعل شيئا جديدا قدش أنت بتحاول يا جماعة أنه أنت تعمل أشياء جديدة أنت من خلال هذه التقنية تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك طيب جماعة إحنا طولنا في اللايف إحنا يعني بدنا نحاول أنه إحنا يكون مدة هذا اللايف قصيرة أهلا وسهلا وعليكم السلام يا مجازين أهلا وسهلا لك فجماعة يجب علي أن أخرج منطقة الراحة بفعل أشياء جديدة هذه التقنية بإختصار شديدة جماعة في ناس يعني بيحكو لك أنه لازم أعمل كذا أو أسوي كذا أي جماعة أبسط شغل أنا بحكي لك وصحك فيها افعل أشياء جديدة فكر بأشياء جديدة كل يوم يعني حاول أنت تشوف إيش الأشياء يا جماعة أنت لا تفعلها وحاول أنه أنت تفعلها هيك أنت بتخرج من منطقة راحتك حبة حبة وخلي بالك يا جماعة هذه النقطة مهمة ليش لأنه في كثير يراودنا الخوف أنه أنا مثلا والله أمارس سعادة أنا لم أكن أمارسها هذا فيه بصير شعور بالخوف يا جماعة أنه ليش شيء بيشدك يعني بصير هناك صراع نفسي تمام أنه العقل الباطن يقول لك لا تعال أنت بشدك لورا أنه أنت وين رايح لا خليك في منطقة الأمان والراحة وهذا سبحان الله شيء طبيعي جدا يا جماعة أنه عقلك الباطن يشدك إلى منطقة الراحة منطقة الأمان المنطقة التي أنت معتاد عليها فبالتالي هذا سيصير صراع نفسي بينك و بين نفسك فبالتالي أنت لما تستسلم المحاولة الجادة والمتكررة لفعل شيء جديد هو الحل للخروج من منطقات الراحة طبعا حتواجهك صراعات نفسية جماعة بينك و بين نفسك ولكن هذا مهم جدا أنه أنت تخرج منطقة راحتك وأنه أنت تطور من بعدك تمام يا جماعة وأنا بحكي قاعدة هامة جدا فيش حاجة اسمي يا جماعة تطور ذات بدون الخروج من منطقة راحتك طيب كريز بس السؤال طيب أستاذ هذا سؤال هام جدا في رأسك كيف بدنا نطلع منطقة راحتك وبنفس الوقت بدنا نتعلم مهارات و ضروري تبقى أنا حكيت لك يا جوتك على هذا السؤالي الكريزي أنه أنت تفعل أشياء جديدة يعني أضرب لك مثال أنت مثلا والله يعني بتقول لي مثلا والله أنا ما بقرأ مثلا تمام؟ لا جرب جرب تقرأ مثلا في واحد جخص تاني مثلا بيحكي لك أنه أنا مش مقتنع بالتوكيدات الذاتية أو التوكيدات الإيجابية يخي طيب جربها خمس دقائق كيف ينشوف ما يصير معك مثلا جربها ياخي جرب هذه العادة لو خمس دقائق تمام؟ واحد بيحكي لك أنا مثلا والله أنا ما بحب أمشي في الطبيعة أنا خلص بحب أظلم ونطوي على نفسي وفي بيتي لا يخي جرب جرب أمشي في الطبيعة وعلى البحر وكذا أنا واحد ناس والله مثلا ما بحب أبنى علاقات جديدة لا ياخي طيب ياخي جرب ابنى علاقة جديدة اليوم مع شخص إيجابي شخص رائع وابنى معه علاقة لو بسيطة حتلاقي الأمور اختلفة يا جماعة تمام؟ وأبدأ بخطوة بسيطة يعني هذا مهم جدا يا جماعة بحكيكم شغلة ابدأ بخطوات بسيطة يعني المفتاح الخروج مطقة راحة هو إدخال عادات جديدة على نفسك وأشياء جديدة وتجربة حاجات جديدة يعني مثلا مثلا أنا بفكر جماعة أنه والله أعمل مثلا يعني خلوة مع نفسي في الصحراء مثلا شيء أنا مرش فعلت ولكن أنا إن شاء الله ناوي أفعل مثلا شيء جديد علي تمام؟ هذه من الأشياء جماعة لازم نفكر فيها خارج الصندوق في تطوير أنفسنا مجزين يقول القراءة تغني على الأقل طبعا شكرا إذن تكلمني جماعة هيك عن نقطة مهمة جدا هي الخروج من منطقة الراحة أوكي وحكينا عن التقنية والتورز الأساسية أنه أنت تخرج فيها منطقة راحتك ونيأجي للنقطة اللي بعد هيك يا جماعة وخلي أحكي لكم يا جماعة أيضا من الوسائل المهمة أنه أنت ممكن تعمل مشاركة مجتمعية مثلا تشارك في المناسبات المجتمعية تتطوع يا جماعة يا سلام على التطوع تطوع جماعة يعني أنا جربت موضوع التطوع في تنظيف شاطئ البحر يعني شاركت في الحملة الأخيرة وعندي فيدو طبعا بتكلم عن هذا الموضوع يا جماعة مهم جدا أنه أنت تتطوع في أعمال تطوعية في غير مجالك يعني مثلا ممكن تتطوع في جمعية للرسم والفن ممكن تتطوع في جمعية خاصة بالأيتام ممكن مثلا تتطوع في جمعية مثلا لجمع تبروات ممكن تتطوع مثلا في مسجدك مثلا في مكتبة فيه فيه هذه مهمة كتير يا جماعة الحاجات هذه يعني تطور من ذاتك بشكل أخرى وتخرج من منطقة الراحة بشكل كبير طيب معلومة عن كتاب حبيته اسمه السر يبيحكي عن كيف يوجد قانون جذب إجذبك لافكار تمام آية هذا كتاب جميل وقرأته أنا بس يعني يعني هو بصراحة في أنا نقطة عن موضوع كتاب السر يعني أنا أختلف مع بعض الأشياء يا آية أني أنا دائما توكيداتي الذاتية والإيجابية لنفسي دائما أنا أحاول يعني دائما أربطها بالعلاقة مع الله عز وجل هذه أجمل يا آية أنه أنت تربطي احتياجاتك تربطي أمنياتك أحلامك تطبيها من الله عز وجل تمام؟ هذا من أجمل الأشياء لأنه دائما أنه إحنا يعني كتاب السر بوجهك أنه أنت الكون حيلبي لك الأشياء وحيجب لك الأفكار وآخر هذا كلام جميل يعني ولكن نحن كمسلمين أنه دائما أنا دائما أنا كشخص كيوسف دائما أحاول أنه في توكيداتي الذاتية أني أطلب كل شيء وأسنده إلى الله عز وجل يوفقني في مثلا في هدفي يوفقني في عمل كذا يوفقني في تحقيق كذا الله سيوفقنا الله يحمينا الله يرعاني الله يعطيني الإلهام الله مثلا كذا دائما هذه الأمور هي أجمل يا آية بهذا الشكل طيب مجزين أنا دائما أحاول خروج وأفتد من أنا حكيت يا مجزين شوف المحاولة الجادة والمحاولة المتكررة مع فعل أشياء جديدة مع يا مجزين أنصحك بالخطوات البسيطة خلي خلي خطواتك بسيطة وفيها نوع منها الراحة يعني ما تخليني تقولي بالله مثلا أنا بدي أقرأ بدي أقرأ ساعة في اليوم قررت أني أقرأ ساعة في اليوم ما بينفع تمام إذا خليك براكتيكال وعملي مع نفسك شوية تمام إرحم نفسك يعني وجسدك وعقلك يعني ابدأ بأشياء بسيطة بفعل أشياء جديدة بسيطة خطوات بسيطة يعني أصغر خطوة من الشيء هادي يا مجزين بتخلي عندك يعني الأمور أسهل لأنه يا مجزين أخلاق لك أي بناء عادة جديدة يجب أن تستغرق تستغرق الفترة الكافية يعني بتحتاج إلى شهر على الأقل يا مجزين شهر أو حتى من الشهر إلى ثلاثة أشهر لبناء عادة جديدة هذا الشيء طبيعي جدا أنه أنت إنسان معتاد على نمط معين من الحياة على روتين معين من الحياة على نمط عادات معينة صعب يا مجزين أنه أنت تغيرها بشكل فجائي وتخرج منها تحتاج إلى يعني خلال نقول نقطة تحول تمام نقطة تحول ما بينفع أنه أنت في يوم وفي ليلة تصير إنسان كذا لا يعني تدريج تدرج مرونة محاولة جادة محاولة متكررة تفشل تنجح تفشل تنجح إلى أن تتقن الشيء اللي أنت يعني ماشي تمام طب أم أس بيسأل سؤال شو أعمل لما أحس بطاقة سلبية كثير أم أس يعني شوف أنا ما بدي أحكي لك أنه ماذا تفعل أنه أنت لما تحس بطاقة سلبية خلينا أحكي لك ما بينفع أنه أنا هيك بعالج لك الأعراض يا أم أس وندرفول تمام أنت بتحتاج إلى معرفة أول شيء أسباب وجذور المشكلة ليش أنت بصير عندك طاقة سلبية تمام ما هي المصادر لتجعلك في طاقة سلبية ما هي الأسباب إذن يجب عليك أن تشخص المشكلة لأنه يا أم أس تشخيص المشكلة هو نصف الحل تمام شخصت مشكلتك صح أنت حليت نفسك بنصف الحل هذا مهم جدا وبعد ذلك نعالج الأسباب التي تأتي إذن يجب عليك أن تعرف الأسباب وجذور المشكلة يا أم أس أنه أنت ليش بتصير بطاقة سلبية ليش بصير عندك تكر سلبي تمام إذن هذا هو المفتاح لحل مشكلتك يا وعليكم السلام يا يا أر أم واي أهلا وسلم طيب آية بتنصف بنصفك تلال شكرا بالطبع فالله خلقك في المقام طبعا يا شكرا جزيلا لك يا آية وهي أحلى لايك يعني أنا مبسوط جدا إني أنا بنصح الناس وباستفيدوا الناس من النصائح وعليكم السلام يا ميميهو وعليكم السلام وكل عام مت الخير وهي أحلى لايك يا ميهو أهلا وسهلا بك في هذا اللايب شكرا جزيلا لك وسهلا على جهدك وعطاءك بارك الله فيك أشكرك يا ميهو أهلا وسهلا بك العفو يا مجازين أهلا وسهلا بك الله يوقفنا جميعا أشكرك برمجة العقب باطن يا أخي ماذا تقول في أرقام 369 مش عارف يعني ما هي النقطة ياسر ما بعرف 369 ماذا تقصد بها يعني أحكي لي إيش الدلالة يعني على هذه الأرقام تمام طيب يعني تقريبا جميعا أنا بدي أحاول إنهي هذا اللايب لأنه طويلتنا كثير في هذا اللايب هليني يبعد أزوكم أشرب مي لأنه تعبت شوية من الكلام أمأس بيحكي إنه فجأة أشعر بنفسي بعصبية كثير من ما أقدر أتحكم في نفسي شو أساوي والله يشوف يا أمأس أنا بنصحك بنصيحة مهمة جدا إنه أنت أول شيء لما أنت تمر بحالة غضب شديد أو غضب فجائي عصبية فجائية دائما يا أمأس استعد بالله من الشيطان الرجيم تمام لأنه دائما الشيطان يعادكم الفقر تمام إذا استعد بالله من الشيطان الرجيم لأنه يا دماعة دائما الشيطان هو يحفزنا على الغضب والإثارة ويدفعنا للمشاحنة والبغضاء وما إلى ذلك فاستعد بالله من الشيطان الرجيم تمام أثنين حاول أنه أنت المكان الذي أنت موجود فيه حاول ان انت تخرج من المكان اللي انت اصبحت هناك حالة عصب او هستيريا عصبية او غضب اخرج منه فورا ارحل عنه يعني انت لو موجود في مكان في مشاحنة بينك وين شخص مباشرة احكي السلام عليكم واذهب من هذا المكان لان ليش جماعا فيه طاقة سلبية في المكان اصبحت تمام يعني مشاحنة فيه غضب فيه هستيريا عصبية فبالتالي المكان اصبح يولد لك طاقة سلبية او الشخص الموجود امامك ايضا ينطيك طاقة سلبية فبالتالي انت ارحل من هذا المكان تالت شغلة لو انت فعصبت او صار انت حالة غضب حاول ان انت لو كنت واقع اجلس لو كنت انت جالس اتكئ تمام لانه هذه الوضعية الجسد يا جماعة مهمة جدا فيه تقليل حالة الغضب والعصبية تمام ان شاء الله اكون اجبتك اسؤال الدلال تحكي تقمة في الاخلاق والتربية والنجاح ربي الله الله يخليك يا دلال اشكرك انت التي قمة وروع فيها الاشياء قال نيكولا تيسلا اذا عرفت سر اعلمت اسرارك طب ياسر يعني ممكن تتعطينا ما يقصد به نيكولا تيسلا يعني افيدنا احنا برضو احنا مستفيد من بعض يا ياسر اعطينا ما تعرفوا عن هذا الموضوع انا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع تمام طيب اكمل يا جماعة بس نقاطي بشكل شريع لانه انا اتأخرت هيك عن اللايب طيب يا جماعة خلينا اتكلم عن انه اكدنا على نقطة الوعي بالذات يا جماعة هي من اهم النقاط العفو يا واندرف والاهلا وسهلا بك شكرا جزيلا الوعي بذاتك يا جماعة هو من ارقى انواع المعرفة والجهل بذاتك هو من انكر ومن اقبح انواع الجهل بذاتك يا جماعة ليش لانه يا جماعة لو انت في ابتداتك بشكل جيد انت هيك اختصرت على نفسك الطريق اذا انت في ابتداتك بشكل جيد فهذا يا جماعة يعني دعوة ان 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 شاء الله تشتركوا معنا في الكورس اللي احنا اطلقنا على موقعنا الالكترون يا جماعة مهم جدا تشتركوا معنا في عندنا يا جماعة طبعا الباب مفتوح للتسجيل لعشرة اشخاص انه ممكن تشتركوا معنا في هذا البرنامج ان شاء الله تستفيدوا من هذا البرنامج يا سيد مساكسو ماراك في الاستحقاق طبعا يعني موضوع الاستحقاق يا وائل مهم جدا انه انت يعني ما بفهم هل انت بتقصد انه الاستحقاق النفسي والاستحقاق الذاتي اللي انت بتتكلم عنه الاستحقاق الاستحقاق تمام جوبنا على سؤال يا وائل عشان نجاوبك يعني بشكل ادل تمام فنتكلم الجماعة عشان انه هذا اللايب انه الوعي بالذاتي جماعة من الشد الاشياء والمجلة مهمة جدا ان انت تعرف ذاتك تعلي ذاتك تعرف مهاراتك قدراتك خصائصك الاشياء اللي انت موجودة عندك جماعة هذه من الاشياء الرائع افهم ذاتك جيدا عشان انه انت تختصر على نفسك الطريق يعني فيه ناس جماعة كثيرين بيحكوا لي انه انت نصحتني نصيحة انا تغيرت بعدها في نقطة معينة وهو الو مثلا 20 سنة بيشتغل في نقطة كانت دائما تغضبه اتزعله بشكل سريع اتخليه عصبي اتخليه سلبي في موقف معينة وهكذا فلما هو عرف تقنية معينة واصبح يمارسة يا جماعة قضى على هذه المشكلة فهذا الشيء جماعة مهمة جدا للنجاح في الحياة للنجاح المتكامل في حياتنا تمام؟ طيب النصيحة السابعة اللي بصحكو فيها يا جماعة في هذا اللايب اني يهى واندرفول بيصر سؤال يعني اذا انا بحس حالي بعيدة عمالله شو بدي اسويه؟ شوف يا واندرفول انا بصحك نصيحة مهمة جدا عليك بالذكر ذكر الله عز وجل تمام؟ ذكر الله عز وجل هو من اكثر الاشياء التي تقربك الى الله تمام؟ هذا مهم الاذكار سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر دائما اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم دائما احاول لو تمن اليك ورد قرآني يومي لانه يا جماعة من اراد ان يكلم الله فعليه بقراءة القرآن الله يكلمك في القرآن طبعا اقرأ بتدبر بخشوف في منطقة هادئة وحاول انه انت يا من سأل هذا سؤال انه انت اقرأ كتاب لانك الله لأنك الله يكلمك الكاثب مين الله نسيت اسمه يعني أنا بطهر أقرأ الكتاب لأنك الله هذا مهم جدا يعني يعرفك على الله عز وجل يعرفك على أسماء الله الحسنى كل اسم بيحكي لك شو دلالاته شو مميزاته شو بيعطيك شو ليش أنت موجود في هذا الكون أنه أنت دائما بحاجة إلى الله عز وجل بحاجة إلى من تلجأ إليه تفوض إليه أمرك تشكو له تبث له همومك أحزانك مشاكلك هذا مهم جدا يا جماعة هي فترتنا أن الإنسان ضعيف يا جماعة الإنسان دائما ضعيف يا جماعة بحاجة إلى من يلجأ إليه إلى قدرة أعظم وأعلى منه فأنت بحاجة إلى الله عشان هيك أنه لازم تتعرف إلى الله عز وجل فإقرأ هذا الكتاب حفيته بشكل كبير حاول أكون إليك برد يومي ذكر من الأذكار الصباح أذكار المساء أذكار نوم وبارس دفة الصباح معنا يا صديقي دفة الصباح مهمة جدا تعرف على عناصر دفة الصباح عندنا موجودة نحن دائما بالشركة مع متابعينا يعني إن شاء الله تستفيد منها شوف خلينا أحكي لك أنه أنت مهم جدا يا وائل أنت تمارس التوكيدات الإيجابية والذاتية نفسك أنه أنا إنسان دائما أشعر أني أنا أستحق الأفضل أنا إنسان ناجح أنا أستحق أني أنا أكون ثري غني أستحق أني أكون ناجح أستحق أني أنا أحصل على هذه الفرصة أستحق أني أكون الأفضل ووو وناخره هذه مهمة جدا في التوكيدات الذاتية والإيجابية وائل أنه أعطي لنفسك الاستحقاق الرائع اللي أنت تستحق في هذه الحياة تمام يا جماعة وأعطي لنفسك الفرصة يعني دائما أتكلم عن نفسك كلام إيجابي أنه أنا أستحق الأفضل أستحق التحسين أستحق الرواع في حياتي أستحق الرفاهية والسعادة والصحة والعافية دائما يعني ذكر نفسك بهذا الموضوع صباحا مساءا أو خاصة في الصباح يا جماعة دفة الصباح من يمارسه الدفة تصبح مهم جدا أنه أنت تمارسه وتشعر بالإمتناء لنفسك طيب كريزي بحكي الحمد لله سبدا كليم من اللايب الله يزكي الخير طيب يا كريزي أعمل إعجاب لللايب بعد ما أرفع على الحساب تمام شكرا جزيلا لك والله أنا مبتلة طبعا شانين جزاك الله خيرا أحلى لايك يا شانين أشكر الحفاظ على الصلاة كتاب فاتتني صلاة طبعا دلال مهم جدا هذا القراءة كتاب جيد جدا تعرفوا يا جماعة يا دلال من أكثر الأشياء اللي أنا فادتني فيه موضوع قراءة كتاب فاتتني صلاة أنه أصبحت أكثر يعني خشور في الصلاة أكثر تدبر أكثر إطالة واستطالة في صلاة مثلا وخلتني أشعر بشعور غريب في صلاة لأنه كتاب فاتتني صلاة يا جماعة مهم جدا أنه هو بيعطيك تقنيات عملية رائعة من الحياة شو فايدة الصلاة علينا شو بتعمل لك الصلاة ما هي فاعدك كيف تمارس الصلاة بالشكل الرائع ما هي الأدعية ما هي الأذكار في الصلاة كيف أنت يعني تصلي بشكل أكثر فعال لهذه من الأشياء جماعة اللي بتطيك راحة نفسية واستقرار نفسي هل المال يجيب بالسعادة؟ أفكرة هذا السؤال يعني وجهني مليون مرة يا وندرفول شو خلينا أحكي لك المال إذا أنت جعلت همك وغايتك أنت هيك بتجلب التعاسل نفسك يا وندرفول تمام؟ المال هو أحد الوسائل التي تجلب السعادة صحح هذا المفهوم أو العبارة المال هي إحدى الوسائل التي تجلب السعادة طبعا فيه ناس هتختلف معي لكن هي الحقيقة جماعة نكره المال هو إحدى الوسائل والاستراتيجيات التي تجلب لك السعادة وتسهل عليك الطريق للسعادة ولكن ليس هو السعادة يعني لو أنا مثلا يعني لو ربنا يعني رأى الله عز وجل يعني خلق الخلق تمام؟ الفقراء طيب ما يكونوا سعيدين لأنهم معهم لا إذن هم سعيدين وهنا أستذكر قول أحد العارفين بالله عز وجل لما قال نحن في سعادة لو علم الملوك بها لجال دون عليها السيوم لو علم الملوك وأبناء الملوك بما نحن به من سعادة لجال دون عليها بالسيوم طبعا أنا بحثت في أصل هذه المقولة يا جماعة حاولت أني أبحث طب ليش هذا الرجل قال هيك لأنه يا جماعة بوضوع القرب من الله عز وجل أنه أنت قريب من الله عز وجل قلبك معلق بالله أذكار الصباح أذكار المساء الصلاة الخشوع الذكر دائما أنه أنت لسانك يلهج بذكر الله هذه جماعة من أسرار السعادة والله يا جماعة أنا عم تجربة أحكيه من أسرار السعادة اللي إنت لو ما معك دولار واحد أنت بذكر الله تعلقك بالله عز وجل يا قربك من الله يا جماعة هذا يكفي فقط إن عدو من المال فهذا يكفي تمام؟ هذا جالب لكن يا جماعة دعنا أقول لك أنه أيضا يعني لما ربنا قال وما خلقته الجنة والإسلام إلا ليعبدون ما أريدوا منهم الرزق ما أريدوا منهم الرزق وما أريدوا أستكفل هذه الآية يعني ببعناها يا جماعة أنه ربنا ما بدوا رزق منك بدوا بس أنك تعبدوا طب العبادة احنا تكلمنا عليها يا جماعة العبادة في كورس لدي يا جماعة في كورس تطوير ذات أنا أتكلم عن مفهوم العبادة الشامل العبادة اللي هي نوعان عبادة تعمير الأرض واستعمار الأرض وعبادة الله عز وجل بالشعائر الدينية وباستعمار الأرض جماعة هذا عبادة أيضا فعشان هيك هنا لما أنا باستعمار الأرض يا جماعة وبعمل بيزنس وبعمل وظيفة وبدر أرباح ودخل هذا هو نوع من العبادة لأنه أنا في وظيفتي في بيزنسي بجيب مان وبجيب ما يصد رمقي وووالأخره هذا أيضا من أعلى بدا فأنا طوالت جماعة في هذه النقطة لكن من يحب أن يستزيد ممكن زي ما حكينا الجماعة ينضبنا دلال بتحكي الحمد لله رب يثبتنا ويهدينا رب يكمل يا رب تذكر ودائما نحن أقرب علي محالب عريض زعله تبع جملة تبع التطاقة الإيجابية وراحة نفسية طبعا أكيد يا دلال أشكرك كلام صحيح تماما شكرا لك يا نادي فعلا لما تكون قليل لله تكون مكتفي بالأشياء إلا عندما تكون مرتاحة نفسيا طبعا يا رب هذا تعليق جميل طيب وبقتب نقطة الخيرة جماعة نقطة السابعة أنا ما رجل أطلت عليكم الله يزيك الخير يا نادي هي حسن نفسك ولو واحد بالمية جماعة حسن دائما نفسك ولو واحد بالمية دائما هذا بسمينا قانونة تحسين العام أنه أنت تعمل على تحسين نفسك جماعة لو واحد بالمية شوف أصغر خطه بسيطة أحقر خطه بسيطة من أي شيء يا جماعة حسن نفسك بمقدار ضئيل جدا بأبسط شيء هذا بسميه مفهوم أو قانونة تحسين العام حسن نفسك كل يوم ولو واحد بالمية لو أنت حطيت هذا القانون بس يعني لو أنت تركت كل شيء جماعة حكيته وارتبطت بهذا القانون أنا بسميه قانون تحسين التحسين العام وحسن نفسك واحد بالمية جماعة كل يوم حسن نفسك حسن نفسك تأثير التحسين المتراكم أصبحت تثقنة النجاح بس من وراء هذا القانون تمام؟ فأنصحكم به وهيك أنا جماعة وصلت لنهاية هذا اللايف اليوم كان لايفنا يا جماعة عن موضوع تطوير الوعي بالذات أشكركم من المتابعة وأنا كنت سعيد يعني معكم بشكل كبير أنكم تتابعوني أشكركم يا جماعة شكرا جزيلا على هذه المتابعة ويجماعة أي سؤال أي استفصار يعني أنا ممكن أجيبكم على داركة المسيج وأذكركم يا جماعة تنسوا الاشتراك في قناتي والإعجاب بالفيديو وهذا طبعا المطروح إن شاء الله طبعا تابعونا وتابعوا كل جديد وتابعوا برامجنا وكورسات من الجماعة المجانية والكورسات أيضا اللي بتكون يعني مدفوعة بشيء رمزي قليل ما اتمنى لكم التوفيق ونجح في هذه الحالة وربنا يفدكم بسعادكم وكل السعادة والتوفيق لكم بذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته